أصبحت محاولات التغلغ للوبي الإيراني داخل دوائر صنع القرار في الغرب أمرا مكشوفا وخصوصا بعد الاتفاق النووية فهي من قامت بذلك عن طريق قوى الضغط أو ما يعرف باللوبي الذي أسسته في مراكز صنع القرار الأمريكية فهذا اللوبي يعمل بخفية من خلال التغلغ لداخل مراكز الفكر والمؤسسات الرسمية في الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص مستخدما بذلك وسائل الإعلام للوصول لأهدافه وتنفيذ أجنداته كما يحظى العديد من الباحثين في الغرب بالدعم المالي من إيران بهدف تحسين صورة إيران لدى الغرب والدفاع عن مصالحها وإقناع الدول الغربية وأمريكا وأصحاب القرار في مجلس الكونغرس بضرورة بقاء نظام الملالي والتسوية معه حول تقسيم النفوذ في الشرق الأوسط وحماية المصالح الأمريكية نعم لقد أنفقت إيران أموال طائلة في محاولة للتأثير على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم هناك بالتأكيد مصالح تجارية لمؤسسات ليست على علاقة مباشرة مع إيران لكنها تسعى للتأثير على قرارات الحكومة الأمريكية ودفعها لإقامة علاقات صداقة مع إيران يعتبر صادق خرازي المستشار الأسبق للرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي والذي أقام في الولايات المتحدة بين عامي 1989 و1996 هو مؤسس لوب الإيران في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أخذ ينسج العلاقة بين المؤسسات غير الحكومية والمنظمات السياسية والمدنية والشركات التجارية التي تربطها مصالح مشتركة مع النظام الإيراني من أجل تقوية النفوذ هناك والتأثير على القرارات السياسية والرأي العام فيها وتشكيل لوب إيراني بهدف جعله وسيلة ضغط سياسية واقتصادية وإعلامية فقد وصل نشاط هذا اللوب إلى أوجه في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي ثم تراجع نشاطه في عهد أحمد نجاد لكن استعاد قوته ونشاطه في عهد روحان بعد وصوله للسلطة في يونيو 2013 وتكثفت تحركاته بين الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة وتجنيدهم للعمل لصالح سياسات نظام الملالي وأهدافه مستغلا بذلك الدافع القومي لديهم ويتمثل اللوب الإيراني في أمريكا عبر المجلس الوطني الإيراني الأمريكي الذي يترأسه تيريتا بارسي الباحث الإيراني الذي يحمل الجنسية السويدية ويقيم في الولايات المتحدة ويعتبر أحد رجال النظام الإيراني في واشنطن كما يزعم هذا المجلس أن هدفه خلق تقارب بين الشعبين الأمريكي والإيراني والواقع يشير أنه يقدم خدمات لصالح نظام الملالي وأن الشارع الإيراني لا زال يردد الموت لأمريكا